بي بوزيتف مع سيرين داوة سيرين داوة نحكي اليوم عن طريقة تفكير إيجابية بتخلينا نكون عم نقدم لقدام وننجح باللي عم نعمله أهلا وسهلا فيك سيرين شكرا عم نحكي شوي قبل الهواء ونشوف قدي فعلا نحن المجتمع بأثر على طريقة كيف نفكر وكيف نعمل أحكام على نفسنا قبل ما حدا تاني يعمل حكم علينا لأنه هيدا المجتمع هيك مكون اليوم في ناس بينجحوا بأشياء معينة وناس ما بينجحوا وناس عندهم طريقة تفكير إيجابية وناس عندهم طريقة تفكير فينا نقول إنه إذا مش سلبية فيها نوع من الخوف يمكن كيف ممكن نحارب هالشي هو أول شيء إذا منلاحظ هلأ بالسيكولوجي بعلم النفس وبالبوزيتف اللي عم نتعلمه بالكوتشينج بيقولوا إنه شو أنا بفكر عن حالي كيف بشوف حالي السلف كونفيدنس تبعي الزيت تبعي بصير أنا يعني وطي بليف ايوال بيكم في دكتور كارول دواك عملت ريسترش عشرين سنة اكتشفت إنه زيت الأشخاص اللي عندهم زيت الموهبة وزيت الزكاة منهم بينجحوا بعدين بالحياة ومنهم بيفشلوا سهي اختصرت هيدا الشي بطريقتين تفكير هي الغروث ميندسات والفكست ميندسات الغروث ميندسات هي طريقة تفكير بوزيتف فينا نقول أو نمو بتركز هيدا طريقة التفكير على دايما الهدف النهائي إنه أنا بدي إنما أنا بدي أتطور مبنية كمان هيدا على يعني كل ما أنا بتعلم شي جديد كل ما أنا بغلط كل ما أنا بفشل أو بسقط فحص كون أنا عم مرن دماغي على التحديات وقتا أتعلم من غلطي سهيدا مبنى أكتر إنه أتعلم من المستيكس مبنى على التجربة مبنى على التجربة ما بهم التجربة إذا كنت ناشحة ولا فاشلة المهم إنه عطيتها كل شي في عندي عطيتها مجهود يعني مبنى كمان على البروسس إذا بدنا نطبق هيدا الشي خلينا نحكي مع الولاد وبالمدرسة إنه نحنا نعلم الولد من هو صغير التنوربات أنت تجيب علامة عالية وكل مرة رح تنجح لا رح تسقط رح تعمل أغلاط مع أصحابك رح تفشل رح تجي عم تبكي على البيت ولكن فكر خلينا نفكر سوا شو هي الستراتيجي مرتجة أنا شو بدي أعمل أحسن تطور حالي يعني إذا منعلمه هيدا طريقة التفكير ما بعود عم بيروحها للفحص دايما كأنه إذا أنا هلأ اليوم سقطت خلاص يربطها مع هويته يعني I am a failure I failed I am a failure أفشلت أنا فاشل أهم شي ما نربط الأغلاطنا أو الأسس اللي عم نمرق فيها بهويتنا يكونوا هولا سابريت هيدا يعني موضوع منحكي عنه نحنا نظريا بس هل نحنا منطبقوا بالسيستام التعليمي الموجود عنه أو بكيف يفكروا الأهل وكيف يتعاطوا مع أولادهم يعني النظرية هاينة وكلنا منقول أنه تعلم لمرة تانية هلا ما بعرف كم مرة نحنا منعطيه مجالة حتى ليتعلم كمان بالحياة التجارب يعني مستمرة أصلا مستمرة عنا حدود دايما هلأ أنا عمري 42 سنة وبعدنا تلميذة بهالحياة ولحتى آخر نهار من حياتي أنا أعلم الأهل مش كلهم البعض وخاصة هيدا شي مبنى على المدرسة السيستام المدرسة عكس عكس طريق التفكير النمو إذا في أقول وما حدا يزعل مني يعني أنا أعلم بالمدرسة أنا أعلمتي هي اللي بتقرر إذا أنا ناجح أو فاشل بتقرر هويتي اللي هي مش مزبوط أنا بفسر شوية للأهل أنه الولد مثل كأنه أسيد بزرع عم بزرعه هلأ بالسويل يعني وقتها يفوت على المدرسة حتى يناها حتى يناها بالتراب حتى يناها بالتراب فيه وقت رح تكون بالداركنس حتى يعني ما عم تعطي شي وبدنا نعطي هيدا البزرع كتير وقت تتصير شجرة تفاح تنقول ما رح نشوف ثمار سريع بالمدرسة بكل سنة بيفوت الولد كل جماعتين ثلاثة في فحص بدنا نشوف ثمار بدنا نشوف ثمار هيدا منكون عم نحط الولد بي constant fight and flight mode يعني خوف كل الوقت I'm judged لما منعطي ضغط مستمر ضغط مستمر هلأ الضغط اللي على الولد بيكونوا على الأهل يعني بتشوفي الامب البيت الموترة أنه عم يسقط عنده فحص أنا بصير شوف أصحابي عندهم أولاد كيف هن كمان في هالانكزايتي ونحن منعرف إذا فيه توتر فيه انكزايتي اللوجيك برين شوت داون بيغلق يعني الولد أصلاً ما بعودي استوعى ما بعودي فكر بمنطق ما بعودي فكر وما بعودي يتعلم ما بيشوف برين فوق بيصير عنده سويا ريتم نفكر أنه لاتسي نعطي أول 16 سنة من حياة الولد بالمدرسة أنه أنا فكر هو learner تلميذ عم يتعلم مش مهم علاماته مهم تقدم طبعاً يعني ما أتطلع أنا كأم أنه A, B, C شو عم ياخد ابنة فاشل ابنة شاطئة الناس بيشوفوها أو النظام التعليمي بيشوفها أنه إذا ما كان فيه هالعلامة ما رح يكون فيه موتيفيشن أو حافز للولد لحتى اللي يشتغل يعني ممكن يخدع عزر أنه أنا ما علي إذا فشلت منها مشكلة ما تحكموني هنسلي هو هيك بيشوفوها بس أنا بشوف يعني الولاد اللي بيجوا لعندي أو الكوتشي التلميذ بشوف أنه وقتا أنا شلهم الخوف وعلمهم عن growth mindset وقلهم طلع فيهم بقلهم fail first attempt in learning ما علي إذا غلطتوا خلينا نفكر سوى شو فينا نعمل لها تانة مرة يعني رح أعطيك مثال فيه ولد كان يجي لعندي منه شاطر أبداً بالماث بس هيدا طريق التفكير قعد أنا ويقل له شو لازم نعمل يقل لي practice more لأنه ريحته لأنه قلت له العالمة مش مهمة لأنه شلنا الخوف عمل كتير منيح بالفحص عملياً يمكن اللي واحد كمان بحس حاله أنه قد ما اشتغل ما رح يلحق يوصل للمستوى اللي مطلوب منه فما بيشتغل فما بينما فما بيوصل والخوف هو هو الخوف بيوقفنا أنه ننمى لأنه وقتا أنت تعملي خوف والجوجمنت على الولد يعني ما بيعد رح ينمى يمكن كمان هون في احترام لكل شخص والريتم طبعه أكزاق أدي هو بده وقت لحتى ليوصل لمطرح معين يعني مش يعني ما بيوصل أكزاق ضويت على على شيء كتير مهم اللي هو دكتور هاورد غاردنر اللي هو حكي عن أنه كل إنسان بيخلق عنده تسع أنواع زكاء أوكي مش أنه أنا زكاء أنا مش زكاء أنا كتير زكاء عنده تسع أنواع زكاء بحكي شوي مثل ما بحكم عن الصغر تسع أنواع زكاء ولكن كل واحد مننا بيتمتع بطب ثري أكزاق عندهم طب وان بيكون بيلعب بيانو على أربع سنين مركز على الميوزيك هيدا جينيس بس نحن أنا وياكي عنا طب ثري أو فور وقتا نكتشفهم ونركز عليهم هنا وقتا نكتشف الولد شهن طب ثري كأهل ونقتنع شاطر باللوجيك يعني رح يكون شاطر بالماث وبالساينس أوكي ما أنه شاطر بالفيربل بدي أنا كأهل اقتنع أنه هو فرنش وإنجلش وعربي رح ياخد أفرج ورح يمكن يسقط ولكن بدي أنا نمي له الماث والساينس لأنه بعدين ما رح يستعمل كتير هوليك أد هول اللي رح يبرع فيهم إذا عامل إنجينير أو إذا مثل حضرتك أنت مزيعة أكيد شاطر بالفيربل باللانجوجز بالكاتيبة بالشعر أنا ما صافيش باللانجوجز بدنا نقبل أنه ابننا ما يكون شاطر بكل شي وقتا نفكر هيك ونركز على هيدا الموهبة طبعا ونحنا من رتاح وهو بيصير محمص أنه إيه أنا هول طب ثري بدي أعمل I want to practice بالوقت اللي يكون مطلوب منه كل شي الإشياء اللي ممكن يبرع فيها كمان ما رح يصل فيها لما ترح أدي الإنسان قادر أنه يعمل كنترول على هالشي يعني قدي بيقدر يكون عم يعزل حاله عن المجتمع يعني عم تقول أنه فيه أولاد وصبايا وشباب بيقدروا يتغلبوا على هالموضوع بالرغم من أنه ما فيش يتغير لا بالسيستام التعليمي ولا بي يعني نظرة المجتمع أنا بأعتقد إذا عم نحكي عن أولاد صغار التغيير بده يصير عند الأهل لأنه نحنا منعرف أنه هنه غري الولد بيصير عنده توتر أو إذا أنا بفكر بهذه الطريقة هو رح يفكر مثلي كثير مهم نركز إذا عم نحكي عن أولاد صغار الأهل وإذا يوث بدهم يشوفوا كوتش أو منتور يحكيهم بهذه الطريقة وفينا نحنا هلأ نشوف كمان the most successful people in the world إذا بدنا نركز عليهم كثير منهم أنا هنا ما بدي أركز أنه الجامعة والمدرسة منهم مهمين الجامعة كثير مهمة المدرسة مهمة ولكن it's a time to learn الجامعة هون عم ركز عم ركز عم برهن لأنا عم ركز بالتالنت تبعي بدي برهن أنه أنا سوكسسفل بس قبل أعطوني وقت إنما خاصة عن البرنامج الأكاديمي منوع بشكل مش عادي مش عادي والآورز كثير تولت لولد صغير الفكرة اللي كنا عم نوصلها أنه إذا منتلع السوكسسفل في العالم كثير منهم في منهم تركوا الكاليج ستيف جوبز مثلا أينشتاين عمر الأربع سنين قلت لأمه ما بيحكي سوألت له ما رح ينجح لأنه ما كان شاطر سوهون بدنا نفكر بطريقة جديدة مثل الانتربرنورشب نحنا تغيرت الحياة يعني حتى المتطالبات بطلت هي نفسها مثل ما كنا عم نفكر قبل صار طريقة النجاح بأنا سأته بنفسي إذا أنا بدي نمي سأت ابن بنفسه رح أعطي مثل البيبي وقت يكون عم بيدبدي لأنه الأهل بيعرفوا أنه رح يرجع يمشي شو الرياكشن طبعا وقت يوقع يا حبيب شوفوا هدوم برافو إنه هيك هو من وراء هنه الدعب حمسو ومأمنين فيه بيرجع بيمشي ذات الشي نحنا بدنا نقامن بولادنا the best version بدنا دايما نحط صورة the best version طبعا ابن شو وبدأ يكون عم حمسو كل الوقت بدي آمن لو فشل وعمل بدي علمه رزيلينس بدي علمه إنه رح تفشل حياة صعبة بس بدي إياك توقف بسرعة بدي تظلك مآمن بحالك بدي تطلع لبعيد يعني ما بحفت نحنا أكيد بعمرنا صرنا نفهم هيدا الشي لأن ما رأنا بكل شي في بل كي كان أهلهم بدون مزبوط هلأ هون يمكن أول شي تفكير الأهل بأنه في هنه فيرسيون بدون يها للولد هنه براسهم موجودة مزبوط قبل ما يشوفوا مين هو هيدا الولد قدي أدراته أو كيف بفكر أو شو هي الأشياء اللي بيرتح فيها ولا بيحبه وكأنه منجيب الولد وبعدين عجينة ونحنا منعملها قالب والحقيقة مش هيك أبدا الهي مزبوط نحنا منحط الولد بعلبة العلبة اللي بدنا إياها هو بده يطلع مثل بيو عن بعض او مثل انجينير أو البنة ما بعرف محامية منحطه بعلبة ما بتزبط ما في يجيب بزري التفاح أنا وحتى تطلع لي ما بعرف شو غير نوع فواكي بدنا نقبل أنه نحنا الولد بيخلق هارد ديسك كأنه فاضي ولكن في مواهب في كاركتر ما أنه فاضي أنا علي كأم أو بي أنا بدي عرضه لكل أنواع الأكتفتيز من هو وصغير كل الأشياء الإنتاليجنس يعني بالمدرسة ومن ثم بدي انتبه شو اللي بيدو عيونه هو عشو بيدو عيونه عشو بشو هيك كتير شاطر بس أول شي بدي حطه بكذا شي وبدأ اتقبل أنه هيدا الأدورات طبعه يعني هيدا البدينامية وهون بس بدي ركز على شي أنه بالمدرسة فيه two intelligence بس graded out of nine أوكي الverbal والlogic تخيالي يعني اللي شاطر مثلا أزابيانست بعدين صار كتير مشهور بالمدرسة هو فاشل أوكي سو نحن هنا ما منعطي حق للمدرسة مضرورة بس أنه ممكن يكون يعني يعني ما مهتم بأشيات تانية قصد يحيكون مش هيدا التالنت طبعه الميوزيك رح تكون تالنت وبالوقت اللي بعدين لما بيبرع وبيقدم للمجتمع موهبة بتكون يعني كتير مهمة ورائعة وبتروح سنوات عديدة وأواد بتكون فعلا كتير كبيرة قدي الأهل هون لازم يكون ولكن عم نقول من تبهين من الصغر فأذن عن هالموضوع بس كمان بالأعمار الأكبر يعني اللي عم يسمعونا فينا نرجع نستلحق حالنا ونرجع ننتبه أنه هذا الولد عنده شخصيته الخاصة يلي هو يعني بدونامية بطريقة من الطرق نحن عوان بس نساعده ومش تحت تالي نملي عليه أي شيء ما في وقت توليت أنا عمر 38 سنة شلت الفيكست مينسات وصار عندي مينسات واكتشفت البعشن طبعي وموهبتي يعني اشتغلت عشرين سنة بفيلد ما أنا لألي بس الحلو أنه لأنه أنا اكتشفت عمر كبير حبيت أنه المشن طبعي صارت أنه ضوه هيدا الشيء للأهل من عمر صغير لأنه في بتقول أنه تتصير أكسبرت بالشيء اللي أنت بتبرع فيه بديك عشر تلاف ساعة كتير مهم إذا أنا بلاقي الهول اليونيك بوتنشل طبع أولادة من عمر صغير وبنمي لهم بعمل لهم براكتس عمر لـ 18 أو 22 بيصيروا أكسبرت بالفيل طبعهم رح نرجع ناتا إكزامبل ستيف جوبز ومايكل جوردن بلشوا عمر صغير وعرفوا الموهبة طبعهم لكن كان حظن حلو يعني مش ضروري يكون حدا لا كان حظن حلو كان حظن حلو وقدروا هني اكتشفوا هالشيء فيمكن أولادنا حظن مش الأدية حلو ومفروض نحن نكون عم نضغط على هالموضوع بالتحديد مش نضغطلن على حياتهم بالأجمال ونبنيههم الأوائل بكل شيء هلأ يمكن أوقات هالشغلة بتثبت بتثبت يمكن فيه أولاد بيتحملوا ضغط معين أو تحت الضغط بيشتغلوا أكتر ولكن هذي قليلة قليلة وريح قليك الولاد اللي بينجح بالمدرسة بكل شيء أوكي يعني أنا كتمنهول الولاد بكل شيء شاطر أنا بدرس بكل شيء لأن خايفة لأني لأن أنا بدي أنجح بيخد العالمة الأنية على الكورس اللي عم بيخده هلأ برتاح دل أخد علامات مضبوط مش يعني أنا رح أنجح بعدين بالحياة أنا مش هامقولها بهال موضوع بالتحديد بهال هيدا العالمة ما بتعني إنه نجحت بهال دومين بالتحديد يعني يعني فعلا هذي شغلة كتير مهم نوفر على أولادنا كتير بطريقهم واليوم نعرف قد الحياة متسارعة وما بتنطر يعني ونشوف كتير من الولاد فعلا بعمر التمنتعش أو بعمر العشرين صاروا بمجالاتهم كتير قادرين إنه يكونوا عم يوصلوا لأمطرح كبير شو آخر توصية لقليك؟ آخر توصية المفاتيح النجاح أهم شيء السقة بالنفس قبل العلامات أحكي ابني بأسروا على سأته على حديثه الداخلي أو بنتي أحكيها بطريقة آمن فيها لو فشلت إنه أنا أتطلع ضل إلا You're gonna be great كذا يعني أحكيها بطريقة positive وآمن فيها لأولاده يعني كتير مهمة نمرن أولادنا توبراكتس أهم شيء التكرار للبراين بالتكرار بصير أنا أكسبرت بالأشيال والتالت شغلة بليز نشيل الانكزايتي والخوف ما نعمل كتير براشر لأنه الانكزايتي عم شوف كتير أولاد عندهم انكزايتي عالية خاصة بعد الكورونا نخفف الخوف بالبيت نعطي سلام وفرح حتى الولد يستوعب وقته فيه خوف بصير فيه شطان بسكت وأدي يعني السئة بالنفس إذا واحد قدر فعلا يوصل لولاده سئة بالنفس وأقل قدر بيكونوا ساعدين بحياتهم يومية يعني شكرا لقالك نسرين دا وليف كورج أهلا وسهلا فيك وقفة هلأ ونرجع من تبقى لايب اشتركوا في القناة